الله طالب خارج من المرحلة الابتدائية والإعدادية والصفوف الأول والثاني الثانوي بشكل جيد زي ما انا شاهدين طبعا يا جماعة مع أول جملة I think I can share the wisdom my father's peace over his life طبعا أنا ولو عندي حصلت كلمات طالب خارج من الإعداد طبعا والابتدائي بأسس جيد هعرف ان في عندي مجموعة أفعال مهمة جدا بيحصل فيها لابس أو غموط بسيط وطبعا عندي من أشهر النقاط اللغوية أو الفروق المشهورة جدا في اللغة الإنجليزية من بداية الإعداد ثم الصفوف الأول والثاني الثانوي عندي فعل اسم مجين ووين وإيرن هفعل مشهورة جدا أنا أعتقد I can share طبعا share يعني مشارك أنال طبعا نصيب من نعم عندي كتير جدا طبعا يشترك طبعا حتى يشعر حاجة طبعا على الفيس أو على وسائل التواصل share شارك فيه يشترك فيه زا wisdom wisdom معناها حكمة جاء من كلمة wise اللي هو الحكيم طبعا my father is based over his life أنا لو أخذت بالي حتى من الكلمات مش يجيب لي حتى الفعل win يا one طبعا الماضي من win أو الفعل earned الماضي من earn أنت طبعا عارفين أنه مجموعة gain ولا earn ولا win طبعا win مشهورة جدا يفوز أو يكسب win one one cup middle prize طبعا بفوز بكاس بمدالية بجائزة كمبيتيشن مسابقة ومنافسة championship طولة ماشا يا جمعة كلها طبعا مشهورة جدا مع كلمة win the match المورا الفعل gain يكتسب خبرة شهرة معلومة وأشهر الكلمات يتجي مع الفعل gain مع كلمة wait لو الوزن وزنه زاد يبقى gain weight gain speed الصرع gain experience الخبرة gain wisdom يكتسب حكمة gain information knowledge معلومات معرفة ماشا يا جمعة فيم شهرة أو سمعة earn يجني كوطة أو معاشته مقابل عمل earn money موظف مدرس مهندس بيعمل طب اذا الجملة محتاجة ايه مش ينفع اقول هيتد مفيش طالب طبعا في تالت سنة وعام أو في تانية أو في أولى طبعا إلا الطلاب ما تأسسوش طبعا بطالقة جيدة جدا في مراحلة السابقة أن الكلمات البدائية الابتدائي والإعدادي مش حاجة سمانة منه ورى ظهرنا لازم أن نخش السنة والعام وإحنا عندنا هذه الكلمات بتأسسة جيدا معنا بخلاف كلمات المنهك نعرف إن هيت ولايك وديسلايك هيت يعني يقرأ هنا ماضي بقى كرها مش يعني فالك أنا أعتقد أني أنا أستعن شير زاوزدم اللي والدي كرها لي في حياتي لا يبقى جيند اكتسبها خل حياته طبعا عندي كلمة relate يتصل أو العلاقة relation convinced طبعا طالب أول سنة وتانية سنة وقبل تالتة عارف إن convinced يعني يقنع بتساوي الفعل برسويد طبعا فعل من برسويد هل كلمة جين يبقى أطلع مازال ملحوظة يا جماعة نعرف كل الفرول لغوية طرس بند ولا باي ولا سيل ولا كوست ماشا يا جماعة جين ولا ايرن ولا وين نجيب محفوظ طبعا لو أي طالب هيعرف إنه محتاج صفة كان بيصف نجيب محفوظه رايتر يعني كاتب كاتب إيه بقى كثير من المؤلفين الشباب تأثروا بأسلوبه أو طبعه طبعا هاو الصفة معناها جي من influence اسم بمعنى تأثير بإنفلوينشل مؤثر زو نفوز لا معنى كتنا جدا طبعا في الإنجليزية مش هينفولك infertile طبعا طالب التالتة يا عدد مش أقول تلتة سنة ولا أولى سنة ولا تانية سنوي عارف من الفعل الصفة اسمها infertile خصب نحط البادية IN معاكسية غير خصب inspired طبعا مراحل السنة أو تانية أو تالتة يلهم ملهم هو اللي ملهم مش هو اللي ملهم طبعا لو inspiring influential إنما uninspired يعني غير ملهم uninfected طبعا من فاش أقول uninfected مش مرض طبعا أو موعد أو ملوس يبقى مقولش uninfected يبقى نجيب محفوز كان إيه كاتب مؤثر many young authors were affected by his style لاحظ يا جماعة أني في الامتحان هذا العام لتالت سنة وعام الوضع الامتحان أشار الامتباه إلى collocations دي أفعال اللي بتجي مع الأسماء يطردو ولا make ولا take وهكذا صبعا نفعال مشهولة جدنا في الإنجليزية responsibility للمسؤولية للمسؤولية يبقى have قاعدة خدتها سابقا لازم أن يكون أنت ملمي بها الشرط قاعدة المنهج اللي عليك بالزبط لازم أن القاعدة الترقومية تكون أنت متأسس فيها جيدا يعني ما حد يقول لي يا مستر الأزمنة آه لازم أن أعرف كل الأزمنة مش شرط يكون عندي زمن معين في المناجولة سنوي أو تانية سنوي أو تلت سنوي دي اللي أدريس بس لأعرف كل الأزمنة اللي هن تعلمنا من أول ما تعلمنا في الإنجليزية في الابتدائية أو الابتدائية أو حتى نبزعنا في مراحل مقابلة الابتدائية طبعا دي سبب مريض محتاج urgent operation عملية جراحية طارئة كونو because he was very ill لأنه كان مريض جدا يمكن مريض جدا being فاشا قلت بي أن يكون مريض عبدالجملة طبعا بشير being very ill he needed an urgent operation the village has organized a public forum to discuss its problems the synonym of the word forum is طبعا السؤال ده لاحظنا أنه ذكر في مراحل الثالثة عدد هذا العام سؤال التخمين توقع جيلك جملة فهي كلمة معينة ممكن تكون أنت مش عارف معناها المطلوب تخمين المعنى لو نترجم ترجمة حرفية وممكن تساعدني لحد الماء في هذه الجملة القرية طبعا كل عارف organized نظمت عدت public صفة معنى عام عدت ايه عام بقى to discuss its problem لمناقشة مشكلاتها mission مهمة بعسة division توزيع وتقسيم profit ربح أو فائدة أو مكسب أكيد ميتنج اجتماع مقابلة مقابلة كلمة فورم من أشهر معناها الرئيسية طبعا منتدى عشان فالك الكارية نظمة منتدى عام ميتنج هنا معناها برضو ايه اجتماع أو لقاء زن ميتنج زي طبعا دي كلمة صارحة جدا في ميناء تلتة سنة وعام أنا طبعا متأكد جدا إن ممكن طالب أولى سنة ويحلها أو الطالب تلتة عدد أو تانية سنة مش أقول مراحل سنة بس لأن لو ترجمت الجملة أقول زي هم يعيشوا في فيلا نقط بيوصف الفيلا طبعا كلمة فيلا لوحدها إن حاجة جميلة وبايزة نايل بجوار النيل أو على النيل المطلوب طبعا إنها كلمة أنتنم هو عاوز ينسى الفرق بين كلمة مراضف وعكس أنتنم عاوز عكس كلمة بيكتش ريسك طبعا لفلي معناها جميل وكالور فول جام من كالور يعني لون أو بلون يعني ملون أو زاه الألوان ممكن طالب ولفلي محبوب أو جميل إذن الطالب هيفكر في كلمة تريفك وأغلي خبالك دي اسمها تريفك مش تريبل تريبل عكس تريفك إذن تريبل حاجة وحش يبقى تريفك حاجة جميلة أكيد طبعا عكس كلمة فيلا حلو أكيد هيعرف أن كل الطلاب عرف إنه كلمة أغلي معناها قبيح يعني عكس كلمة بكيتش ريسك طبعا أغلي هيحصل على الشيادة بتاعته المؤهل طبعا أو الدرجة العالمية بتاعته العام القادم إذن مش طبيب إيه تمرز ده تحت التدريب قبلك إن تريني يدرب أو يتدرب أي حاجة تريني طبعا زي أمبلي موظف تريني متدرب أو تحت التدريب مش ترينر مش هو المدرب طبعا دي ملحوظة من أول ما تعلمنا في هاللغة الإنجليزية تسأل أي طالب يقول لك الصفة تنتهي بالإيدي والصفة التي تنتهي بالإنجي أو الصفة الشازة المشهورة بالإي في إي أو بالإف يقول لك أن الصفة التي تنتهي بالإي دي تصف العاكل والإنجي الغير عاكل أو أعتنسى أن الإي بتصف برضه سلوك العاكل طب لو أنا تجمت الجملة أنا عارف أن معناها خائف إذن كلها جاء من عائلة خائفة الخوف والأخيرة فعلي بمعنى يخيف مضرع بسيط أنا محتاج صفة تنتهي بإي دي فرايتند ولا أنا أقول الرجل طبعا الجملة دي مشورة جدا فضمير وصل محزوف جملة ضمائر وصل يا جماعة مهمة جدا في أي مرحلات عالمية سويا مكرر داخل معين في أول أو تانية أو تالتة أو مش مكررة دا لازم نهتم بيس الضمائر الوصل هو ويتش وير هو وين وهوم وطبعا أي كما استفهم تنفع عدد ربط أو جملة وصل ويحس في ضمائر الوصل هنا جملة محزوفة ضمائر الوصل واستخدام طبعا أسماء الخامسة باستخدام وز أو إن زمان وز أو لونج ما وستاش يبال رجل زو الشارب الطويل ووز فرايتن مش هو لي كان خايف لأن الجملة تابلك ولد صغير جري بعيدا عندما رأى يبقى اللي كان مخيف رايتن ابريليانت ويركر هز اس بيس اجريت ايديا فور انكريسين زفاكتوري برودكتيفتي من الواضح في الجملة يا جماعة حرف الجار والفريزة الفيربس مهمة جدا طالب يطلع بتأسس أي حرف جار مع الأفعال المشهورة من أيام الاعدادي ثم أولى وتانية سنة وعام طبعا دي صراح بما أنك تلت سنوي يبقى العامل الماهر أو الشاطر has come up with a great idea خرج طبعا بفكرة جيدة for increasing the factory productivity لزيادة انتاجية المصنع طبعا رانا ويفروم وكيبت اويفروم نفس المعاني لو انت حتى اويت تخمن وجوه قاوت يخرج من دي بيخرج من مكان لما خرج بفكرة قدر يتوصل لحاجة اسمها come up with طبعا كيب اويفروم يبتعد عن ورانا ويفروم يعني يا رب ايضا عن برد the journey took space i expected so i got very tired طبعا اما احترامل الجملة لقم 10 انا شايف طالب تلتة اعدادة وحتى تانية اقول اعدادة اللي عارف بدايات صفات المقارنة والتفضيل حلها مملك بقى طالب تلتة سنة وعام the journey لالرحلة بردو جماعة نقولنا فرق من flight وبيكنيك وهايك وكسبديشن وطبعا mission flight حاجة دي تتمي بقى لاني طبعا في شكل امتحان هذا العام غريب فيه اسئلته معتمد على زي ما قلنا التأسيس اللي تعليمناه سابقا الرحلة استغرجت ايه i expected ما توقعت so i got very tired لذلك شعرت بالتعب جدا يبقى رحلة استغرجت اطول مما توقعت اذا ايه مقارنة comparative adjective حتى جملة المقارنة اللي عليهم في مناجة ثلاث سنة عام بالتفصيل جايب اسهل ما فيه سهل للكل المراحل يبقى استغرجت اطول مما كنت اتوقع المدة بتاعتها 11 طبعا بقى ومما جدا برضو طبعا فاتركة بسيطة خفيفة طبعا خات بال من كل بيت to start هيقولك start يعني يبدأ فراح ليه to start ويز الفقر اللي باختم بقى الموضوع هاولي ده هاولي كي يبدأ واللي كي يلخص طبعا دي الصراحة عندك في المنهج ومعارفة من امتى التعداد to sum up to summarize in conclusion in brief to conclude كلها معاني طبعا عشان فلا start ويزي يبدأ بي وeven so على الرغم من وين اديش هنتو بالإضافة إلي 12 يركار with thought to space by a fortune طبعا المؤلف أو الحط الامتحان يا جماعة حط في الامتحان قاعدتين نفس القاعدة اللي سيغط البسف سيارتك كان معتقد أن تهاب بين بوت أكيد طبعا جملة بسف لإما تبي تصريف تالت لإما تهاب تصريف تالت لأن جملة بسف طبعا الهب ده بالفعل التاني في سيغة مشروع جدا تصد تصوت ذات والصوت ذات بيركار والصوت وهاب تنشطه باي مش هتشتري ده اللي اشترط بيركار والصوت وهاب بين بوت مؤتقد أن سيارتك تم شرائها بمبلغ كبير أو بصعوب فلوس كتيرة باي افورتشن طبعا فورتشن ده معني كتير منحظ أو صاروة أو فلوس يعني كتير مبلغ كبير طبعا جملة مصدر دي صراحة جدا في تانية سنة وعام وفي تالت سنة يعني يعني قاعدة بقول يا جماعة يعني الطالب اللي خد قاعدة المستعبل في تانية سنة وميقول شرميها هي معاك طبعا بالتفصيل في تانية سنوي ومعاك بالتفصيل في تالت سنوي بعد ما أحمد طبعا ماذا استمرت طلب الاتحق يعني هي سوف يتم حواره سوف يجرى مقابلة معه والهاف دي اكتف مستقبل تم معلوم والانترفيو مستقبل بسيط معلوم يبحل الجملة هي سوف يحاور 14 وآخر جملة يا جماعة وارب يكون استفدنا في الفيديو البسيط ده ووضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح نرجعتنا نيتم بمعارات اللغة طبعا نقولنا بكده كطع الفهم يا جماعة والترجمة والمقال لأنه أحب كرية مسرحيات شيكسبير هذا يعني برضو ضمير الواصل محزوف فيها ضمير الواصل يا جماعة لأنه جملة مجهولة أنا طالب أرد كلمة مسرحيات فقال لك ويتش ميفاش أقول ويتش بعدها تصفيف ثلاث على طول كده طب جملة رقم تبقى تبقى ميا صح بس ينفع أقول لك كرية مدرعة بسيط درجة دي مات أنا أحب كرية المسرحيات الخاصة بشيكسبير هذا يعني أنا أحب كرية مسرحيات اللي شيكسبير كتبها تبقى تبقى إذا ما تنفع طب جملة مجهولة بس أقول لك مدرعة بسيط ده برضو ماضي أفروض الجملة الصح تبقى I like reading plays which where written يعني رقم إيد هنفع أحط بعد which where written ويا مش أباو ده يا باي المسرحيات تكلمش عن شيكسبير ده هو اللي كتب يعني بواسطة في الباسف طبعا من الصدم كلمة باي توضع أو لا توضع إذا جملة من المجهول حسفنا دمر الوصل وفير بي تو بسيدنا التصف التالت لأنه يعامل معاملة الصفة نشوف مع بعض كده سؤال الكطعة أول كطعة طبعا في مثل حاجة زي هنا إيه أغنام بقرية وزهقان وبيشاهد أو بيحرص أو بيرغى الأغنام ولمحة طبعا كلمة إيه زئب زئب فهمت إن طبعا الزئب هجم على الأغنام وإن زهير زكرا جامل كلمة قرية يبقى أهل القرية سمع مستريخ إذن هو قال إيه بقى فهمنا في سطرين أوليين إنه كان بيصرخ بيقول الحقونة طبعا الزئب هاجم طبعا على الأغنام طبعا يساعدوه يبعدو طبعا الولف لما وصلهم ما شافوش إيه وينه وينه سوزر أنجري فيسيز دونت سكريم وولف بوي ورند زا فيليجرز أنا طبعا بحل القطع بأسلوب طالب ممكن يكون مش فيهم حال كترة جدا في الجمل باستنتج بعض الكلمات أو الكيواردس أو المفاتيح اللي بتساعدني فيهم فهم أي شيء في القطع يبقى مقتلهم ملقوش حاجة إذن إبقى كان بيسسلة بتحكي عليهم طبعا فالحمل الغضب بتاعهم ده على الفاضي فحزروه بقى وينزل زنو وولف زي أنجر لي وينت باكدون زهل سابقون زلو بقى لتر زالت الشيب هير دي كرايد أوت وانس اجين سيموتان سريخ تاني وولف وولف الحقونة الحقونة زي بيزي تشيسنج زي شيب تو هز اميوزمنت نفس الموضوع وهم طبعا عشان يبعدهم الزق زي سوزر وزنو وولف زي سيد ستريكتلي سيف يور فريتن دي كراي فور وينزل زر اريل وولف يعني فهم طبعا بصفل الطالب وفر سريخك طبعا وسياحك الغاضب أو الخائف ده لما يكون في ريه الحقيقي طبعا زي بحقيق دونت كراي وولف وينزل زر ارز نو وولف باتزا بوي جريند مش شرط ترجم كل كلمة برضو فرحانه المرضي بقى بجد الولد شاف طبعا زي بحقيقي فيمت حاجه القطيع الاغناء طبعا بجد بعد يصرح وقفز على حيله طبعا صوت عالي جدا حرموا بقى قال لك احكيد بنفس التمثيلية ونفس الخدعة وانفكرنا طبعا حمقى بتحكي علينا طبعا غرب الشمس طبعا راحوا يبحثوا عنه فيمت ان التال لقوا لهذا ببقى كلمات قديمة شافوه طبعا عملي ايه اكيد طبعا بيدل على بكاء او الصراخ او عياط طبعا خلص على ايه على القطيع طبعا عملي يبكي طبعا بكاء شديد عاد تصرخ واقول بس انتم مجاتوش طبعا دايما الدرس المستفادة او العبرة باينا خلص طبعا ما نفعش اقولك تبني كباري وجسور مع الناس الناس لا تصدق ابدا الكاذب طبعا الناس لا يصدقون الكاذبون حتى لو ما بيقولوا الصدق بيدعوا الصدق في النهاية الكاذب بتاع الولد دي يقدي الى ايه هل حماية الاغنام او مشاهدتهم او حرصوهم او مراقبتهم ولا اه بعاد الاغنام بعيدا عن الزئب ولا بريكنج تراست وزا فيليجرز كسر الثقة ما عادش طبعا في ايه ثقة مع اهل القرية هذا الكاذب بتاع الولد بيؤدي الى ان انت تستلة وتستمتع طبعا الاجرابين خالص ايه طبعا عندك انسدنس و اكسدنس تبكى لاحداث القصة زابوي ووز اكيد طبعا مش غريب من قرية اخرى ولا ولد احمق يريد ان يصطد الزئاب ولا ولد عادي يتنزه في الهضاب والتلال ولكن عضو من نفس القرية فارض من اهل القرية طبعا ما مصطلح مهم جدا معرفين طبعا في القصة بتاعتنا موقف حارج لما قدرش يحمي الاغنام من الزئب فعش اقول لك اهل القرية سده الولد هو طبعا صرخ من اجل النجدة الاول مرة اهل القرية اندفعهم او اسرعهم لمساعدته ولكن لم يجدوا اي زئب طبعا اجابة بينه خالص لم يحمي الاغنام من الزئب ايه الجملة اللي ممكن تلخص القصة الولد الصغير ده قصر او فقط كل اغنامه بسبب كاذبه مش اهل القرية اعتاده على ان يصدقه الكاذب ولا الاغنام تم اكلاب من قبل زئب ليس حقيقي ولا الكاذب كان يعلم القرية دارس طبعا اجابة بينه خالص طبعا بينا خالص وات بي قاعد جمع الاغنام بس مراعي الغنم نفع شوالك الشيزر مطارد ولا كيلر قاتل ولا هانتر سيادة لكن شيفرد راعي غنم ده ستوري تابل طايتل او زا ستوري تابل طايتل او زا ستوري غنم بتتكلم عن ايه طب الفقرة التانية قالك الاول لنقولنا ana مش عارف ايه بعد سمسلف أولي يا جماعة مش باكر أصلوب طالب أمهال герس لو في أصلوب طالب بيحاول يطلع بقى ايه معلومة مش عقود انتو toxicity مرة في الجملة ومش فيهم حاجة ازمة is an inflammatory disease إذا انفهمت ان كلمة ازمة دي ايه مرض وفي зв... geheveys ذا لانجز أنا عارف طبعا طبعا مويت عاما نظام جسي الرائتين بالشرط اقف على كل كلمة والايرويز ديت وإيه مش عارف معنا كلمة تابلتس وادرنيلين مش عارف ايه والكلام اللي احنا عارفينه ده طيب طبعا ممكن كنت طالب عرفها معنوات عامة خاصة بالجلسة التنفسي والرائتين يبقى ازا مرض خاص بالرائتين مش عارف طبعا عارفين ده عراض كلمة مشهورة جدا وافضل اقرأ اقرأ ومش ايه مع نفسي كده وكلمة normal temperature ضربت حارة طبعية ورجع قال لك احد اه امراض شائعة للاطفال بطأ دولتس رجاء يتكلم بقى عن البالغين كان هاف ازمة ممكن يصاوب ازا المرض ازمة كوزي سويزي بتسبب مش عارف ايه وايه وايه بس فيه من كلمة بريث لسنس ان طبعا بريز يتنفس والبريث التنفس يبقى عدم موجود تنفس اه طبعا الصدر او في الصبح بادري ازا ايه رابو باينا خالص او بيقول لي الكمات تمام في تهاتف ان هو مرض ايه رابو اللي بيسي بجازة نفسي والصدر والكلام ده بالشرط اقرأ بقى اشوف ايه السؤال بقول مرض دم طبعا نحن نقفهمنا نرأتين ومرض ايه مرض قلب مرض دم حزف الخطأ طبعا حادث او عالدي باي نخرت حتى مش عارف معناها مزمن واكيد قالت في القطع فوق وانت بتدور اتلاقي كلمة طب نطلعها مع بعض انا بص بصة كده نقرأ مع بعض مش عارف ايه 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 من الجمه الاتية ممكن تلخص الفكرة الاولى انا فهمت الفكرة اقول عارف ولما احتكلمة بيبينة خلص اذا ما هاز هاد ديفرنت لان ما احتكلمة علاج وتاريخي على مر التاريخ الطويل ده هزا المرض طبعا هاز هاد ديفرنت طبعا بيقلو علاجات كترة جدا مختلفة مش اقول طبعا مرض مميت لا يتم علاجه ولا له تاريخ طويل في الشرق الاوسط ولا اقول يوجد اسباب عديدة ليصاب الانسان بالازمة اقول اذا بس يتبقى للقطع يعني كل الازمة ممكن يسبب مرض الازمة دائما افهم السؤال يقولك دي بيسبب كزا ما عادة وطبعا في من ان ايربل وش هنتلوس الهواء لتنفس مها هواء ملوس معيج على الصدر وعلى الرئة سموكينج الدخان وضاست ويذر طبعا عم تعمى خالص هو حتى لو قطع عمى بالكلمات صعبة تقسي مترب فيه طراب وغبار اذا يبقى هيربس لعشاب مش هتسبب مرض التنفس او مرض الارابوة او الكلام ده زمين اي دي اوف زباسي دي القطع الفقرة السؤال الكطع انا فيم تحاجات اهو ادوية جديدة لعلاج الازمة تم تشافة مؤخرا ولا ازمة ازان اول ديزيز ومرض قديم عبر التاريخ هواي بقى مرض قديم وز ديفرينت سامبتومز انديكوزيس لهو اعراض واسباب مختلف مفعش اقولك ان هو مرض معتدل طبعا ممكن يتم علاجه بقليات كليا ولا هجومه طبعا خطير جدا لاطفال بالليل طبعا بينا خالص رجع قال لي انه مرض يتم تحكم فيه طالما طبعا الناس مش قولك الناس تبايد عن اليرويز ولا تريتمنتس ولا السامبتومز حتى في قطع بين انا حتى مش عارف ترجم هكلي الجملة دي من النص موجود ايه اللي يعتبر واحد من اعراض هذا المرض طبعا فاتجيني عندي فرنسا وفاكن هو التعب ايبا ماء التعب وكفنج الكوحة ازاي ويزنج طبعا ايبا فيفر بيني حتى انا مش فاهم معنى كلمة ويزنج هقول طبعا الففر الحمى او الرعشة ليس يعتبر واحد من اعراض المرض الرابو مش حمى لما تبيه كله ايه اعراض المرض بيقول له صفر فروم ازمة ناس اللي بتعاني من هذا المرض يعني يتم خف يعني من اعراضه في الفاجر ولا في الصباح الباكر ولا منتصف الليل ولا منتصف النهار طبعا ابيرسون اللي برضو فكرة فوق ابيرسون وزا ازمة الشخص اللي عندهم مرض is contaminated in a contaminated environment في بيئة طبعا ملووسة must wear a face mask to avoid it's simple طبعا بس القناع بقى يحمي نفسه مش هقول لك طبعا يجب ان يكون بأعمال زهنية او يربي حيوانات اليفة في المنزل ولا يجب ان يكون بتمرين عنيف طبعا سهلة جدا براملية طبية وعلمية وفاهمه وستحكتلة جدا بس اي طالب قادر ان هو يتعامل مع. طبعا الترجمة سهلة جدا for millions of years extinction among animals was a natural. it was part of the process of evolution but now it occurs process due to human activities. عاما بين خالص لمنين السنين كان الانقراض مش التزاوج ولا الغريزة. an extinction. بين الحيوانات العملية طبعي. مش غير طبعي وقال لك ايه? انا تشربين خلصها هو كان جزءا من عملية التطور لكن هو الان يحدث بسبب الانشطة العامة البشري. human beings should be satisfied with what they have in their lives as the value of many things they have is only known when they are lost. بينا خلص برضا. مش انبغي على الناس يجب على الناس ان يكونوا راضين مش قانعين. اللي بما لديه من في حياتهم. بما لديهم اللي معاهم في حياتهم. النقمة الكاسيب من الاشياء التي يمتلكونها تعرف فقط بعد ضيعة. قد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا سلبيا في ابعاد الكاسيب من الناس عن بعض اقاربهم. لذلك تعتبر مناسبات الاجتماعية فرصة جيدة لتجمع الاقارب سويا بين خالص سوشال ميديا. ما هو الشي يقول الشي هاد بلايد. هاف بلايد. ندرعة تام لك قد ندرعة تام. هاف بلايد ده نيكاتيف رول. رول بال او مش بليو. ان كي من جعلوت في بيبل اوه فروم زي رولاتي. سوشال اوكيجانز. ار كونسيدر ده جود ببورتشونيتي تو برينجزيم توجيزر. واللي من من تربى من الشابع الاخلاق الحمده من الصعب ان يتأثر بما يسمعه او يراه من سلوكيات سيئة مهما كانت طبيعة هذه المؤثرات. طبعا اوه. اوه. الهو. اوه. tengo اووه اوه دي. اوه. 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 لازن يتربهم. وان Coons good on good morals to be affected by the bad behaviors they hear or see. whatever the nature of these effects are. طبعا واضح جدا زي انتبهت الخطأ. كنت قلنا كتيرة في القناة. بصورة طبعا خاصة عيتنا طبعا. some instance. بعض الاحداث كان بيت. ممكن تكون نقطة التحول. في حياة الناس. في ضوء هذه الجملة. الاسطري توضح giving two examples about bib. ادي مثالين عن bib. ونهي مدزة ونهي تبقى جنتلمان اهو. لما قابل المزنب او المتهم اللي ساعده ان يصبح جنتلمان اللي هو بنيفاكتور. اه ون هي فيزتد مسحف الشام لما ظهر الانسة بشام. هو يوز ستيلا تبريكيز هارت. خلق ستيلا طبعا وخلق ستيلا تقصر او تحطم قلبه. وين هي رسيف دي نيوز لما تلقى اخبار اباوت زي مستيريس بنيفاكتور. ولي النعمة او المحسن او المتبرع السري او الخفي. هو بروفايدد هم وزماني اللي امده بالمال. but i don't want i didn't want to look after you. لو ردنا عالتريبك. it's bad enough being a blacksmith wife. طبعا شيء سيء. ما يكفي لان اكون طبعا زوجة حداد. how did these words? كيف هذه الكلمات reflect mrs joe feelings? بتعكس مشاعر mrs joe towards her family تجاه اسرتها. mention two points is 40. mrs joe's words reflect her negative attitude. بتعكس طبعا سلوكها السلبي. towards her family تجاه اسرتها and here dissatisfaction وعدم رضاها with her own life بحياتها. how can you develop yourself to meet the challenges of the future? كيف هتستطيع انطور نفسك? اللي انت طبعا meet the challenges طبعا مع تحديات المستقبل الموجودة ونسالة جدا وانت عندك في الماناك بتاعك في الوحدات بيتكلم عن الكلام ده. كده يا جماعة وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. بالتاني فيديو النهاردة نعمل جدا. حلنا مع بعض نموذج الوزارة السرشادي. الوزارة النزلاء. لتعمة اسرة الامتحان هذا العام. واحلنا مع بعض بالتوضيح امتحان السنوان العامة. دور اول عالفين تات واشين السنة التي فاتت. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وانتظروا ان شاء الله الكسير لكسير. وربنا معاكم. وبالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.